بسم الله الرحمن الرحيم يسر الإدارة العامة للتوجين والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على المؤلف رحمه الله تعالى أهل السنة لا يتكلمون في الله ودينه وكتابه بغير علم وقوله ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين قوله وكلام الله تعالى لا يساويه شيء من الكلام وقوله وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين هذا الكلام في كلام الله جل وعلا لأن القرآن كلام الله جل وعلا تكلم به بحروفه ومعانيه فلا نقول الكلام حروفه غير كلام الله ولا معانيه غير كلام الله بل القرآن كلام الله حقا حروفه ومعانيه وهو لا يقرب ولا يساوي ولا يشيء ولا يجانس شيئا من كلام المخلوقين ولولا أن الله جل وعلا يسره وسحله علينا لما استطعنا أن نتكلم به ولم استطعنا أن نفهمه ولكن الله يسره كما قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر فالقرآن كلام الله حقا ولا نقول إنه عبارة عن كلام الله كما قال بعض امتدعا ولا نقول إنه معنى كلام الله جل وعلا كما يقول بعضهم فلنقول الكلام هذا هو كلام الله جل وعلا هذا تأكيد لما سبق أنه كلام الله ولا يساويه شيء من كلام العالمين ولهذا تحدى الله به الثقلين قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض الظهير ولهذا تحدى الله جل وعلا به الثقلين تحدى الجن والإنس على أن يأتوا بمثله فلم يستطيعوا ولهذا تحدى هم يعني أعجزهم قال إن استطعتم أن تأتوا بمثله فأتوا كما قال الله جل وعلا قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ضهيرا يعني عوينا لو تعاون أتقلان جميعا الجن والإنس على أن يصوقوا كلاما مثل كلام الله جل وعلا ما استطاعوا لأن الكلام كلام الله والمخلوق لا يستطيع أن يتكلم بكلام الخالق جل وعلا ولهذا كان هو المعجزة الكبرى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو عليه الصلاة والسلام أمي يعني لا يقرأ ولا يكتب لا يقرأ المكتوب ولا يكتب الحروف وأتى بهذا القرآن فتلك معجزة عظيمة ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فالله جل وعلا تحدى الخلق تحديا واضحا على أن يأتوا بمثله فما استطاعوا كما في هذه الآية ولا أن يأتوا بعشر سور من مثله فنزل معهم جل وعلا قال أن رأي من استطعت من تأتوا بعشر سور من مثله فأتوا بها فعجزوا فقال جل وعلا أن استطعتم أن تأتوا بسورة واحدة مثله فما استطاعوا هذا أكبر تحدي وهو واضح جدا على عجزهم عن الإتيان بمثله لا يستطيعون أن يأتوا بمثله ولو أعان بعضهم بعضا الجن والعنس والشعراء والكهنة والمخلوقين كلهم تعاونوا على أن يأتوا بسورة واحدة ما استطاعوا ما استطاعوا ما استطاعوا وأدعنوا لهذا إدعانا كاملا ما حاولوا ولا استطاعوا أبدا إلا بعضهم مسيلمة الكذاب الذي يزعم أنه يوحى إليه كما يوحى إلى محمد صار كلامه ما هزله ومضحكه للعوام والجهلة والصبيان فضحه الله جل وعلا يروى أن عمر بن العاص رضي الله عنه قبل إسلامه مر على مسيلمة الكذاب في اليمامة فقال له مسيلمة ما حال نبيكم ورسولكم وعمر بن العاص كافر في ذلك الوقت قال يأتيه القرآن يزعم أنه من السماء قال يقرأ علي شيئا مما سمعته منه قال سمعته يقرأ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو العبتر فبكر مسيلمة وصنت وقتا طويلا ثم قال وأنا أنزل علي مثلها قال ماذا أنزل عليك مثل أن أطيناك الكوثر قال نزل علي يا وبر يا وبر إنما أنت جناحان وصدر وسائرك حقر النقر ثم قال سيلمة يا عمر أي قرآني وقرآن صاحبكم أجود أليس قرآني هذا أجود فعمر بن العاص رضي الله عنه كان قويا عزيما قبل إسلامه كذلك قال والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كاذب ما هذا أنت تعلم هذا لو جاملتك وقلت لك لا قرآنك أحسن تعلم ما في نفسي أنا ما يمشي علي هذا الكلام هذا كلام سخيف والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كاذب ما قال والله إنك لكاذب قال أنت أعلم أني أعلم ما يقف علي هذا الكلام وهكذا حيث أنه حاول أن يأتي مثل هذا القرآن بمثل هذا الكلام السخيف سمي مسيلمة الكذاب ما أحد يذكر اسمه إلا يذكر هذا الصباب مع الاسم يقول مسيلمة ما يسكت يقول مسيلمة الكذاب يقول أنه كذب وافترى على الله جل وعلا فجاء تحد الله جل وعلا للعرب القاطبة الحضر والبدو والجن والعنس والجميع على أن يأتوا بمثله كما في هذه الآية من سورة إسراء فما استطاعوا فأمرهم جل وعلا أن يأتوا بعشر سور من مثله فما استطاعوا فما هي في سورة هود عليه السلام ثم أمرهم أن يأتوا بسورة واحدة كما في سورة البقرة وفي سورة يونس ما استطاعوا فدل على أن هذا الكلام كلام الله جل وعلا فهم ما يستطيعون أن يأتوا بمثله معنا ولا بمثله لفظا ولا بلفظه في علم الغيب ولا في غير ذلك من الفصاحة والبلاغة وغير ذلك من الأمور التي تميز بها القرآن الكريم قل يا محمد لئذ اتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ضهيرا ولو تعاونوا وتساعدوا وتكاتبوا كل واحد يأتي بلفظه والآخر يصححها وهكذا ما استطاعوا أن يأتوا بمثله وقوله ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين ولا نقول بخلقه لأن الكلام صفة للمتكلم والمتكلم هو الله جل وعلا فهو الخالق وليس من كلام الله شيء مخلوق وإنما هو كلام الله جل وعلا صفة من صفاته ولا نقول بخلقه لا نقول بخلق القرآن كما قالت بعض الطواعف المبتدعة قالوا القرآن مخلوق منهم من قال خلقه الله في الشجرة فأخذه جبريل من الشجرة وألقاه على محمد ومنهم من قال ألقي في نفسي في روع محمد بدون واسطة ومنهم ومنهم قالوا في كلام الله كلاما كثير وهم مسلمون لكنهم خالفوا السنة والجماعة ولا نقول بخلقه وقد امتحن العلماء رحمهم الله في الصدر الأول في عهد الإمام أحمد قام بعض الأولاد من الأمويين واقتفاء وأخذ بمذهب الأشاعرة أخذ بمذهب المعتدلة والجهمية من العباسيين المأمون وامتحن الناس وقال من قال بخلق القرآن وليناه أمرنا وعاوننا في القضاء وفي البتيا وفي كل شيء ومن خالفنا فإننا لا نوليه شيئا وعازل كثيرا من العلماء عن مناصبهم وأجازهم ذلك وتركهم وتركوه لكنه تسلط عليهم وامتحنهم فقال امتحنوهم أمر الولاد بأن يمتحنوهم من قال بخلق القرآن تركوه ومن قال بعدم خلق القرآن وأنه كلام الله منزل غير مخلوق عذبوه وحبسوه وتراجع بعض العلماء رحمهم الله وبعضهم تأول تأولا يسلم به من عدوه فقال التوراة والإنجيل والزبور والقرآن هذه الأربعة مخلوقة ويقصد رحمه الله أصابعه الأربعة هذه الأربعة مخلوقة بلا شك هذه الأربعة مخلوقة فتركوه لكن الإمام أحمد رحمه الله صبر على هذه المحنة صبر واحتسب وعذب وأوذي وجاءه تلميذه المروذي قال يا إمام تأول مثما تعول غيره وسلم من هذه الفتنة وهذا الانتحال والابتلاء تأول أنت ما تعجد عن التأول قال لا ما أعجد لكن أخرج ولدي شمع من بلاب فخرج رحمه الله ونظر إلى الأهل الكتاب أهل الكتب معهم محابرهم وكتبهم وأدواتهم قال لما تنتظروا قالوا ننتظر لما محمد ما لا يقول في القرآن نسجل عنه نسجل عنه مقالته فجاء فأخبره فقال يا مروذي أتريد أن أضل هؤلاء لأسلم أنا لا خل أنا أعذب وأسلم ويسلمونهم من شر هذه الفتنة فأصر رحمه الله وقال لهم أوتوني بآية من كتاب الله تدل على أنه مخلوق أنا أقول بقولكم لكن ما دام كلام الله يدل على أنه منزل غير مخلوق تكلم الله جل وعلا به فأنا لا أقول ما تقولون وأبى رحمه الله وعذب وضرب بالسياد حتى غشي عليه وحمل مغشيا عليه رحمه الله فلما صحى وكان الخليفة يسأل عنه بالسمرار يخشى أن يموت من هذا الضرب فينال الثواب العظيم الجزيل من الله جل وعلا بهذا التعذيب الذي عذب الإمام به فينال عذابه الشديد بذلك فكان يسأل حتى قيل إنه أشوى والحمد لله طاب وطاب وحبس وربط في القلال والقيود والأحببال ربط تربيطا شديدا وجعل فيه أقفال شديدة ما يستطيع الشاب أن يحملها وهو بالسبعين من عمره رضي الله عنه ورحمه أذبوه عذابا شديدا فصبر رضي الله عنه ولذا يقال رحمه الله العلماء يقولون أبو بكر يوم الردة وأحمد يوم المحنة يعني صبر هؤلاء الاثنان صبرا عظيما أبو بكر رضي الله عنه لما ارتدت العرب ما تركهم ولا سامحهم بل حاربهم وجند الجلوس والمعلماء وجند العلماء والجلوس والصحابة لقتال هؤلاء فقاتلهم حتى رجعوا إلى الإسلام وقتل من وقتل من وقتل والإمام أحمد رحمه الله صبر عند هذه المحنة وقال القرآن كلام الله منزل غير مخلوق وعذب وأوذي وغرب في ذلك رحمه الله فما بالا في الضرب ولا همه ذلك المؤلف رحمه الله يقول لا نخالف جماعة المسلمين نعم ولا نقول بخلق القرآن كما قالت المعطلة المبتدعة كالجهمية المعطلة لما لأنهم عطروا الله من صفة الكلام قالوا الله لا يتكلم كيف يتكلم ورب العالمين ولما لا يتكلم يكون أصم أطرم والعياذ بالله تكلم بالقرآن وتكلم بالتورات وتكلم بالإنجيل وتكلم بالزبور جل وعلا ويتكلم كيف ما شاء وما شاء ولا نكيف لا نقال لا يتكلم مثل كلامنا تعالى الله كلامه له صفته الخاصة به سبحانه وتعالى فهم عطلوا الله من صفاته أهل السنة والجماعة يقولون سميع يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصمى في ظلمة الليل والمعطل يقولون يسمع بلا سمع كيف يسمع بلا سمع هكذا يسمع بلا سمع ويبصر بلا بصر ومنهم من يقول لا يسمع ولا يبصر ينفي الإسم والصفة فسموا معطلة لأنهم عطلوا الله جل وعلا من صفاته المتصف بها وكلم الله موسى تكليما فهو يتكلم متى شاء وكيف ما شاء جل وعلا حتى يسمع كلام الله وإن أحد من المشركين السجار كفأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمن يقول الله جل وعلا إذا جاءك المشرك الكافر قال أريد أن أقيم عندكم في المدينة شهر أو أسبوع أو سنة لأسمع كلام الله الذي ينزل عليك فإن أعجبني أسلمت معكم وكنت واحد منكم وإن لم يعجبني رجعت إلى بلادي فقال الله جل وعلا وإن أحد من المشركين السجار فأجله حتى يسمع كلام الله القرآن كلام الله بلا شك ثم أبلغه مأمنة لا تخرجه من المدينة هكذا يلتقده اللصوص لا أبلغه المكان الذي يأمنوا به أرسله إلى المكان الذي يطلب حتى يصل إلى أهله فالمعطل المبتدعة من ناحية معطلة يعني عطلوا الله من صفاته مبتدعة قالوا في دين الله جل وعلا ما ليس منه ولا نقول بخلق القرآن كما قالت المعطلة المبتدعة كالجهمية والمعتزلة ومن وافقهم بل نقول إنه كلام الله حقيقة حروفه ومعانيه ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف كل حروف ومعاني كله كلام الله جل وعلا فالله تكلم بقوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إلى آخره وهو الذي تكلم جل وعلا بقوله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وهو الذي تكلم بقوله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب ومرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد هذا كلام الله جل وعلا فولما نادى بطون قريش خصص وعم ما صلى الله عليه وسلم فجاءوا كلهم واجتمعوا لأنهم يعرفون أنه الصادق الأمين قالوا نسمع ماذا يقول هذا الصادق فتكلم معهم وقال أريد منكم كلمة واحدة تملكون بها العجم وتدين لكم بها العرب يعني يتبعونكم صنوا قادة للناس كلهم قالوا لك وعشر أمثالها بسيط أتريد مننا لك كلمة ويحصل لنا هذا لك وعشر أمثالها قال أريد أن تقولوا لا إله إلا الله فنفروا كالحمر والعياذ بالله وقالوا ألي هذا جمعتنا وقال له أبو لهب تبت يدا كألي هذا جمعتنا تجمعنا لك نقول لا إله إلا الله فأنزل الله جل وعلا تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا لا تذهب ومرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد في جيدها حبل من مسد بالنار رضي على الله وقبحها والعياذ بالله ولهذا لما جاءت إلى أبي بكر رضي الله عنه وهو جارس هو النبي صلى الله عليه وسلم قالت له أين صاحبك يا أبا بكر قال وما تريدين منه قال تريد أن أقذب هذا الحجر على رأسه أرضخ رأسه قال ولم قالت لأنه هجاني سمعت بقراءة هذه السورة وتظن أنها من كلام أبي بكر ومن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فأقسم لها أبو بكر برب الكعبة بأنه لم يهجها قالت أنت صدوق أنت صدوق وذهبت وصدق أبو بكر ما هجاها وإنما سبه الله جل وعلا ثبت يدها ليست من كلام الرسول حتى قال إنه هجاها وإنما هي من كلام الله جل وعلا وقوله ولا نخالف جماعة المسلمين لا نخالف جماعة المسلمين لأن المسلمين في الصدر الأول متفقون على أن القرآن كلام الله ما خالف منهم أحد في عهد النبي صلى الله عليه وآهد الخلفاء الراشدين ما أحد يقول في القرآن شيء غير أنه كلام الله تعالى أما بعد الصدر الأول فقد اختلفوا وتنازعوا ووصفوا القرآن بصفات وبعيد كل البعد عنها وهم اعترفون أنه حق لكنهم وصفوه بصفات هو بعيد كل البعد عنها فاختلف المسلمون فيه اختلافا كبيرا والجماعة الناس المجتمعون على مبدأ واحد فهم على مبدأ السنة والجماعة على ما قال الله جل وعلا في كتابه أو قاله رسوله صلى الله عليه وسلم نعم ولا نخالف ولا نخالف جماعة المسلمين جماعة المسلمين في الصدر الأول وإلا فالمسلمون بعد الصدر الأول قد تفرقوا واضطربوا واختلفوا في القرآن فنحن لا نخالف جماعة السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان لا نخالف جماعة الصحابة ولا من بعدهم من من تبعهم بإحسان وأما من تبعهم على ضلالته فهذا نخالفه ولا نوافقه ولا نسايره ولا نأخذ من كلامه شيئا ولا نخالف جماعة المسلمين المراد إذا قيل جماعة المسلمين الصدر الأول الذي قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم فيهم وفيهم ثم الذين يلونهم كذلك قل وهكذا فلا نخالف جماعة المسلمين في الصدر الأول أهل السنة والجماعة الذين أخذوا القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم وتلوه على الأمة فيما بعد فمن خارفهم فالويل له والعياذ بالله هو هالك فالله أمر عباده المؤمنين أن يسلكوا المسلك الطيب الصالح المستقيم يأخذوا بالقرآن والسنة ويتركوا البدعة والمخالفة هذا وعد الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم بمن يأخذ بكلام الله جل وعلا ويحققه ويؤمن به ويؤمن بأنه كلام الله حقا حروفه ومعانيه لست الحروف فقط ولا المعاني فقط بل هو كلام الله حقا منه بدأ وإليه يعود منه بدأ يعني بدأ الكلام من الله جل وعلا والذي تكلم به وإليه يعود في آخر الزمان يرفع من المصاحف ومن الصدور فيصبح الناس ولا آية واحدة عندهم من كلام الله جل وعلا نزع ورفع لأنهم غير صالحين لأن يبقى بينهم كلام الله منه بدأ وإليه إلى الله جل وعلا يعود في آخر الزمان والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله أبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول السائل إن أخطأ شيخ في العقيدة ونبهناه ورجع هل نسمع لدروسه أو نتركه المسلم خطأ وخير الخطائين التوابون خير الخطائين التوابون فإذا أخطأ عالم بخطأ ثم نبه وتراجع فهذا يدل على استقامته فلا نقلاه ولا نتركه يقول السائل هل يقال دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة لا يا أخي صلاة الجنازة مبنية على التخفيف والإسراع أسرعوا بالجنازة فيحسن الإسراع في تجهيز الميت والصلاة عليه والمشي به رده إلى مقبرته إلى قبره حسن ولا نتباط ولا نتماشى تماشي الميت أو الذي يرضى صارعه المرض أو نحوه فإنما نسرع بالجنازة بقوله صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإن تكن خيرا تقدمونها إليه وإن تكن شرا فالشر تضعونه عن رقابكم فلذا لا يسرع الاستفتاح في سرات الجنازة ولا تقرأ سورة بعد الفاتحة وإنما نقتصر على الواجب فقط يقول السائل كنت في العمرة وذهبت إلى بلادي هل يمكنني أن أجمع الناس والطلبة لوضعي وليمة نعم يا أخي لا بأس بذلك عليه كرامة تكرم زملائك وأخوانك على أن الله جل وعلا تفضل عليك بالعمرة أو بالحج وعدت سالما فهي شكر لله وكرامة للإخوان وليست عبادة ليست قربة لله إنما الإطعام الناس هذا هو القربة يقول السائل امرأة أصابها مرض في رمضان الماضي ولم تصم منه إلا تسعة أيام ثم أذن لها الطبيب بالسيام قبل بضعة أيام فهل تقضي الأيام قبل رمضان أو بعده أو تطعم ولا تقضي فإذا أذن لها بالصيام وكانت تطيقه بلا مشقة فيجب عليها القضاء قبل رمضان الآخر وأما إذا وصل رمضان الثاني وهي لم تصم الأول فلا يخلو إن كان عدم صيامها لعذر فلا بعث عليها تصومه بعد رمضان الآخر ولا بعث وأما إذا كان التأخير بلا عذر فيجب عليها مع الصيام يطعام مسكين عن كل يوم أخرته إلى رمضان الآخر فمثلا هذه المرأة إن استطاعت أن تقضي الآن فتقضي وليس عليها شيء إن لم تستطع القضاء فلا يخلو إن كانت لا تستطيع القضاء حقيقة تعجز عنه فلا بأس عليها أن تؤخر إلى ما بعد رمضان ولا شيء عليها سوى القضاء وأما إذا كانت تستطيع القضاء لكنها تساهلت وأخرت إلى ما بعد رمضان فيجب عليها مع القضاء يطعام مسكين عن كل يوم يقول السائر شخص مؤتمر طاف بالبيت ولم يستطع السعي بين الصفا والمروى لمرض وذهب إلى البيت وخلع ملابس الإحرام فماذا عليه هذا الذي طاف ولم يسعى وخلع ملابس الإحرام يجب عليها أن يستعيدها لأنه لا يسوغ له أن يخلعها قبل أن ينتهي من نسكه فيجب عليها أن يستعيد ملابس الإحرام وخلعه إياها جهلا أو نسيانا لا يضره ما يضره ذلك وليس فيه شيء وإنما يجب عليها أن يستعيدها حتى يسعى فإذا سعى قصر من رأس أو حلق وقد حل من عمرتها فيجب عليها أن يستعيد ملابس الإحرام وليس عليه شيء في خلعها هذه الأيام يقول السائل شخص جاء من المدينة بعمرة ثم وصل إلى الفندق ثم مارضت أمه ولم يستطع أن يتركها فخلع ملابس الإحرام فماذا عليه عليه أن يستعيد ملابسه كأنه لا زال في عمرته وخلعه الملابس في أثناء العمر كهلا أو نسيانا لا يضر بل عليها أن يستعيد الملابس فإذا طاف وسعى وقصر من رأسه حل ملابسه وتحلل يقول السائل أن والدته تذهب إلى العرافين وهو يعيظها وينصحها بدون جدوى هل يبلغ الجهات المختصة عن هذا العراف يجب على هذا الأخ أن ينصح أمه وأن ينصح العراف هذا الذي يقول ما لا يعرف فإن امتثروا فالحمد لله وإلا بالنسبة لأمه لا يضيرها لا يشدد عليها لعل الله أن يهديها وبالنسبة للعراف عليها أن يعمر ما في وسعه ليمنع عنه العام من التردد إليه يقول السائل بعض الأئمة يضيلون السجدة الأخيرة هل يوجد دليل في ذلك لا يا أخي بل الدليل بخلاف ذلك كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم متناسبة يعني يتناسب الركوع مع السجود مع القيام مع الاعتدال وهكذا فلا يجيد في ركن ويقصر في الركن الآخر يقول السائل نحن عمال قد يتأخر عنا الراتب أشهرا فهل لنا أخذ لحم الهدي الخاص بفقراء الحرم نعم يا أخي إذا لم يكن عندك نفقة ملك أن تأخذ ما يأتيك من الصدقة يقول السائل أنا أشتغل في مجال التمريض والعمل يكون أحيانا يكون العمل أحيانا 24 ساعة من الثامنة صباحا إلى الثامنة صباحا من اليوم التالي فهل يجوز لنا النوم لأني أحيانا يغلب علي النوم النوم لا يجوز لك أن تنام عن الصلاة وإنما تقوم للصلاة وترجع للنوم لا حرج عليك ما دمت تسهر وتقيم وتعمل 24 ساعة على قولك فلك أن تنام لكن تجعل نومك في غير وقت الصلاة فلا يجوز للمسلم أن ينام وقت الصلاة يقول السائل ما حكم فتح محل تحلية الماء وبيعه وما معنى الناس شركاء في ثلاثة الماء والكلأ والنار مع العلم أن مصدر الماء من الدولة لا بأس ولك أن تبيع الماء الذي تعالجه لأن هذا الماء أن تبيع عملك حلاجك إياها التحلي هما إلى ذلك يقول السائل هل يجوز أن أخرج بعض الوثائق باسم غير باسم غير اسمي وأنا لم أنكر اسم والدي ولكن للضرورة لا أخرجت بعض الوثائق على اسمك الصحيح سواء باللغة العربية والإجنزية أو غيرها فلا بأس أما أن تغير اسمك أو اسم أبيك فلا يجوج لك ذلك يقول السائل هل صيام نصف شعبان عمل صيام عمل النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر به هل صيام نصف شعبان عمل النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر به لا أعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم صام النصف من شعبان ما أعرف أنه صام يقول السائل رجل انتقذ وضوءه في وسط السعي وأكمل هل يعيد أم ليس عليه شيء بل ليس عليه شيء لأنه لا يلزم للسعي طهارة إن الطهارة تلزم في الطواف وأما السعي فلا تلزم فيه الطهارة إن السعي يعمله الإنسان الأصل أنه خارج المسجد فما كان خارج المسجد فلا يلزم له طهارة كالوقوف بعرفة والمبيت مذلفة ورمي الجمار والسعي وغير ذلك وأما الطواف فيلزم أن يكون متوضى يقول السائل تزوجت امرأة تصلي وتترك ولي منها أربع أولاد فما حكمها تطلقها أم أصبر عليها يجب عليك أن تأمرها بالصلاة والمحاور عليها ولا تسارع في طلاقها لعل الله أن يهديها أما إذا كانت تترك الصلاة تركا كليا فلا يجهز لك أن تمسكها يقول السائل تجز قراءة القرآن في العمل لا بأس بهذا إذا لم تترك العمل إذا تركت عملك لتقرأ فلا يجوز لك ذلك لأنهم ما أتوا بك لهذا المكان إلا لتنهي أعمال الناس فإذا اشتغلت بالقرآن تركت عملك وأما إذا لم تترك عملك وجاء إذا يتاك المراجع انتبهت له وعطيته ما يريد فلا بأس عليك أن تشغل وقتك فيما ينفعك يقول السائل أيهما أفضل صلاة النافلة أم طواف التطوع كلاهما خير والصلاة أفضل من الطواف مطلقة على الإطلاق فيحسن أن تكررها وأما القادم إلى مكة فقالوا هذا يحسن منه أن يكثر الطواف لأنه لا يتيسر له الطواف في غير مكة بخلاف المقيم في مكة فيكثر من سائل الأعمال ولا يترك الطواف ولا يكرره أي زائدا على غير ها هذا وأرجو الله جل وعلى أن يقولنا علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا جميعا من الفذات المهتدين إنه سميع مجيب وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر